اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واللي هما بيقدر يحكي بوقات كتير قدام الجمهور ولكن هو من ناحية العمل لو كان بوظيفة هو وقت بيلبس الوان الغام بيحس انه فيه ثقة بالنفس بيحس فيه تعبير عن الذات والالوان للغام عارتاً تصنف بعلم طاقة الفونجو شوي طاقة المكان بنصنفها بانه الوان الدكورة الالوان الفاتحة الشفافة هي الالوان الأنوثة يلي غالباً نحنا منفضلها ليش؟ لأنه تقدر تعطيكي ثقة بالنفس ويبتقدر توصل للمعلومة بطريقة سلسة ولبيقة أكتر وفيها انطلاق أكتر بنحبزها ومتفضلي كم لي كنا بنقول بس ديقول أنه كتير مهم نحنا بنتعرف على شخصية الإنسان منقدر من شوي يعني من الألوان من شوية أسئلة نعرف شخصيته على أساسها يعني مندعمه أكتر بالألوان اللي ممكن يستعملها سواء بالديكور وسواء بالملابس صحيح يمكن تختلف كنت أسأل عن هذا الموضوع بالضبط يعني هناك تختلف خلنا نقول رؤيتنا إذا كنا اختيارنا للملابس ألوان الملابس وألوان الأماكن اللي إحنا موجودين فيها يعني تختلف كل الاختلاف كيف هنا نقدر نجزم شخصية هذا الفرد إذا كان مثلا يلبس الملابس الغامقة ولكن لما يكون مثلا متواجد فيه أو اختيار خلنا نقول ألوان الديكورات يهترها بالألوان الفاتحة شو شخصية هذا إذا هو ببيته بيحب يحط ألوان فاتحة هذا الدليل إنه هو كتير منفتح ومقبل على الحياة ولكن وقت بيكون عم يتعاطى مع الناس وعم يحكي مع الأشخاص هو ما بيقدر يكون مثل ما هو ما بيقدر عبر لا برجع لك دائما نحن هاي قاعدة عامة إنه فيه أشياء بترجع لطفولتك كيف أنت ربيتي شو الأشياء النفسية اللي أثرت عليك فيه أوقات أشخاص منكون قاعدين معهم كان ببيئتهم ممنوع يلبسوا ألوان فاقعة يعني الأوران البرتقالي والأحمر يعني هاي الألوان تعد إنه بالنسبة لأنهم كتير ألوان جريئة مع أنه لون الأحمر نحن عادة ننصف للأشخاص اللي بيكون عندهم ركود بالطاقة حتى يصير عندهم حماس ويصيروا عم بيقدروا ينجزوا أكتر ولكن كمان كثرة الأحمر ممنحة توازن مهم لأنه بيعطي بيعطي نوع من التوتر والغضب يعني بالبيت نحن عادة بنفضل بالفونج شوي إنك تضيفي لمسات بسيطة من لون الأحمر لأنه هو لون تردداته عالي الأشياء الثاني من الملابس ما فيك تحكمي على حدا مباشرة إلا لحتى تعرفي بهذه دقيقة أو بهالوقت ليش لبس هاي الملابس ممكن أوقات إذا بتلاحظوا بالشركات عامة بيكون الألوان أبيض وأسود بيلبسوا الأبيض لون على فكرة هو الأبيض متعرف عليه هو لون أنوسي والأبيض لون الذكورة والأسود لون الأنوسي لهيك أنا بعد دراسات عديدة اكتشفت أنه بدول خليج فيه توازن بالطاقة هو لون الأسود دايما النساء وحضرتكم بتلوسوا العبيات السوداء ففيه توازن بتاقة الأنوت والرجل بيلبس أبيض بالتالي بيقدر يتحمل هالشوب والضغط والحر وبره ففيه توازن فهي الأشياء بتأثر ولكن وقت بيطلع مكان عمله بيلبس البدلة البدلة فيها القوة اللون الأسود اللي هو فيه لون الدقة الأسود كتير بيعتمد على التفاصيل كتير الشخص بيلبس أسود بتلاقيه بيدق هايدي الشغلة ما كانة حكت زيادة طب ليش هيك رفت بعينها اللي بيلبس لون الأبيض لإنسان الواثق من نفسه لأنه لون الأبيض بتدو حدا كتير جري لأنه إذا حدا مش جري وانتقطي شوي تتأثر شخصيته وخاصة اللي حقولها أول مرة النساء اللي لأغلب السيدات اللي بيعملوا تجميل ينتبهم اللون الأبيض إذا أنت ما كنتي قادرة تواجه المجتمع بالشي اللي أنت مقتنعة فيه وبتحبي حاولت أول فترة تلبسي الألوان اللي هي لغامة شوي وتتدرجي بالألوان الفاتحة لتزيد ثقتك من نفسك مشان إذا حدا قال لك عاملة تجميل ليش هيك تكون عندك الرد المنافع يكون في ثقة لكن نتكلم شوي أستاذة سلاف عن الطاقة أكيد كنا نحب نبدأ يومنا أو حياتنا يعني بشكل شبه يومي أو بشكل يومي بالطاقة الإيجابية كيف تأثير هذه الألوان على طاقتنا الإيجابية أو حتى الطاقة السلبية سواء في حياتنا الاجتماعية أو في العمل إذا بنا نحكي بالنسبة للطاقة أول ما بتقومي الصبح أنا دايما بنصح جميع العملاء أنه أنه يكون عندهم ولو زاوية هي ألوان فاتحة لون الأصفر كتير مهم بلون البيت لأنه لون الأصفر بيعطي الحماس بيعطيك الحماس لتقومي الصبح لتأدي عملك لتشرب قهوتك وأنت متفائلة وسعيدة حلو كتير لون الأخضر دائما يفضل يكون عندك بالبيت كمان لون الأخضر مثل ديكور أنا لفت نظري الحقيقة ديكور نطاقة إيجابية يعني مية بالمية لأن أقول شي عنكم توازن اللون الأخضر بيعطي انسجام وبيعطي توازن اللون الأصفر بيعطي ثقة للإنسان يقدر يحكي وإنتوا تريحوا الضيف لحتى يعبر عن نفسه يوصل المعلومة بطريقة بسيطة نفس الوقت هو لون قيادي لون الأصفر الأشخاص اللي بيحبوا القيادة بس بدون ينتبهوا أنه ما يلبسوا لون الأصفر كتير بتعلى عندهم الأنا حتى الأطفال إذا كتير بيتحطي لهم بغرفهم لون الأصفر بيأثر أنه دائما بيكون هايبر أول شي أوقات بيبطي لركزين عنده ضياع ضياع فلهيك هون في توازن بطاقة المكان بالاستدج عن حضرتكم بين الأصفر والأخضر حيا أنا حبيت كران تسلمين أيضا سلاف يمكن على هذا المنطلق ذكرتي خلنا نقول غرف الأطفال علما بأن يمكن لدينا فكرة معينة حول هذا الموضوع دائما ما تكون أو ترتيب غرف الأطفال على حسب جنس هذا الطفل إذا كان ذكر حطيناها كلها بالألوان الزرقاء أو درجاتها إذا كان أنت حطينا درجات الوردي ولكن أيضا يعني يمكن في بعض الأحيان من هذا المنطلق إحنا عنا خلنا نقول تمسك لفكرة معينة ما نقدر نطلع منها كيف من أن ممكن نحنا نغير ونبدل هاي الألوان أو هاي الفكرة أو المعتقدة اللي فضالنا تمام أوقات في أشياء نحنا الموروث تبعنا الثقافي أو العادات والثقاليد هني ورتونا إياها مين قال أنه لازم الولد دائما يلبس أزرق وغرفته تنزرق مين قال لازم البنت تكون دائما ورد من هون نيوبورن وبلو والبنت من هون نيوبورن تكون بينك صحيح يعني صار لها فترة عدنا تماما لهلأ لشوي شوي نحنا بلشة العالم الحمد لله بفضل حضرتكم والواعي أنه بتجيبوا أشخاص أنه يحكوا عاشي صحيح أول شغلي لون الأزرق هو لون بيدل على الهدوء والانسجام وهو لون البحر بس ولكن لون الأزرق بيعلم طاقة الفونجو شوي هو لون رايح جاي مثل البحر فأنت وقت عم بتحطيه بكثرة وبكثافة بظرفة الطفل فالطفل بصير عنده تردد بيأخذ القرارات وفيكن ترى أبو أولادكم يعني مثلا بتصير تقولي لو بدك تطلع مثلا بنا نطلع الساعة خمسة ولا الساعة ستة ما بيعرف يجزم ممكن اللي بدك ياه فلهيك نحنا منكبر وعننا تردد هيدا كله برجع لا وعي تبعنا الطفل اللي على طول أهلة حطلنا لون الوردي ولون البينكوسة حقيقة لون شفاف لون النعومة والرقة ولهيك الأنثى بتستخدمه أكتر ويون أنثوي نحنا بنحبزه ولكن مش بكثافة بورفة الأطفال لأنه إذا الطفلة على طول تعودت وأنه يكون بالبيت بغرفتها لون الأنثية لحظة إن هي بتطلع شخصيتها ما لحقول يعني مش قوية بس هي مو شخصية اعتمد عليها دائما بدي حدا يكون عبي دعمه بي أبوها أمه بدي سند لون الوردي بده لون دائما بده لون داعن يعني بدك تدخلي لها مثلا لون الأخضر لحتى يعملها بناس مش عطول الطفلة تفوت وتفكر حالها هي سندريلا وبعالم بعالم ديزني عالم الخيال رسيا بطلعيها على الواقع بتروح على المدرسة لأ ما بدي المدرسة بدي نفس غرفتها تكون المدرسة فهي الموروث الموروث الثقافي والعداد التقالي بس شوية شوية نحن بنقدر نكسر نغيرها مع مرول أنا اسمها قلت يأثر على شخصيتنا خلينا نتكلم عن طريقة دمج الألوان كيف ممكن أدمج الألوان بالطريقة الصحيحة سواء الألوان الداكنة والصارخة مع الألوان الدافئة ونفعلا نتأثر على الراحة النفسية بالشكل الإيجابي وبالشكل الصحيح إذا بدنا نحكي على الملابس إذا أنت بتحبي نقول أول شي بالنسبة للملابس كيف تدمجيون لازم تعرفي أنه أنت على حسب المكان اللي أنت فيه لكل مقام المقال يعني الصبايا اللي بتكون رايحة على وظيفة وهي الوظيفة فيها كتير ذكورة لازم المفروض هي يكون عندها توازن بلبسة ما تروح لابسة مثلا الدونتيل والأشياء اللي هيكة اللي كتير سايحة ونعمة هلأ عشان منتركها للبيت يعني لازم تكون عندها توازن تلبس مثلا لون قوي ممكن تلبس الألوان لون البني الغامئ مع لون الأزرق لون الأزرق دائما نحن مننصح فيه بالمقابلات وبالأشياء بالعمال لأنه بيعطي ثقة بالنفس وبيعطيكي أنت وقت تنظري له الإنسان وأنه هو راكز وعنده يعني وتجي يقدم لك شغل تحترميه مو متلوقت يعني معلش تجيكي واحدة لابسي لون الوردي أو كله مثلا دهبي على الصبح تبرق يعني كمان مهم هذه القصة نفس الشي أو كل مرات أستاذة غير مريح للنظر يعني مو تتقبلينها خاصة في مكان العمل تماما يعني أوقات في الأنصة لازم تفرق أنه المساء لبس المساء ولبس السهرات ولبس البيت غير لبس الشغل شغل نحن كثير دقيقين فيه وكثير يعني بنشدد على الألوان فيه وحتى إذا تلاحظي فيه شركات أزقائتي يكونوا حاطين تماما فكمان بالنسبة للرجل نفس الشي الرجل لا يجب أن يضل لبس الألوان الحادة لكي لا يكون هو بالعمل يرمين محكا يعصب عليه وتحسي أنه تحكي كلمة زيادة بديم الشي يضرب فيه فكمان يجب أن يلبس الأشي المريحة حلو يلبس أبيض وأسود حلو يلبس مثلا يضع لغرافة الألوان الموف الرائقة مش الموف دائما خاصة لأنه لون الموف الزايد هو يصنف من ألوان الاكتئاب هلأ بحكي لك عنه بالديكور ولكن دائما نحن بنقول التوازن التوازن بكل شي لحتى كمان وقت يكون هو بمنصبه الناس تحترمه وتقدر كلامه بالنسبة لديكور البيت دائما ألوان البشرة ألوان البنيات ألوان الفخاريات بنفضلها لغراف النوم لأنه مشان تعطي كراحة وسكينة لحتى تنام وتهدي إذا كتير في أشخاص حابين يدخلوا ألوان ممكن تحطوا الألوان المفرش الوردي أو حتى مفرش يكون لونه أزرق بس فاتح البيبي بلو ما بنفضل الألوان كتير بغرفة النوم حتى العقل الباطن يعني العقل الباطن بدي يفوتي نام إذا أنت حاطت كتير ألوانه عجقة ما لحتي قدري تنامي دائما هدول الأشخاص اللي غرافهم لونه أحمر أسود الألوان بنفسجي دائما عندهم أرق فيكون نتراجعوا هالأشياء الغرف الغرف بشكل عام الصالح نحنا بنفضل أنك تدمجي الخشب عنصر الخشب يدخل فيها مع الألوان الأصفر الأخضر الأزرق الفاتح بس تكون متناسقة متجانسة مع بعض أو لون واحد اللي هو يكون البيج وفيك تنوعي بالمخدات مثلا المهم شي أنت تكوني يعني مرتحتي له ولكن ما بنحب إذا تحطي كل البيت اللون الموف هو عبارة عن اندماج عنصر لونين اللي هو الأحمر اللون الكثير قوي وترددات وعالي وهايبر واللون الأزرق اللون الرايح شاي فأنتي ما في استقرار وفي أغني عن اللون البنفسجي أنه ليهي بنفسج زهري حزين فهو زيادته تعطي كتاءة حزنه اكتئاب بدون شعري صحيح يمكن في بداية الحديث فلا تذكرتي المهن وكيف ما لو ممكن نذهب لبعض المقابلات نرتدي لها بعض خلنا نقول الألوان المناسبة لكن احنا نسأل بما نحن متواجدين اليوم مع بعض شو هي أفضل الألوان اللي خلنا نقول التلفاز سواء خلنا نقول مدين أو حتى ضيوف في برنامج خاصة لو كان البرنامج الصبح شو هي أفضل الألوان يفضل أول شي حسب الموضوع اللي بنا نحكي عنه يعني أنا اليوم مثلا أكيد ما لح أجي لافسي كله أسود وأنا لح أحكي على البهجة أنا بحبه وشعاري أنه دائما كل شي بالبساطة بيوصل فاللون الأصفر بيعبر عن أنك توصل المعلومة بدقة بساطة وباختصار وبيعطي قوة للشخصية والثقة الأسود اللي هو بحي يعمل لي بلانس بين هاللونين يخليني بنفس الوقت عندي دقة أنا وعن بعطيك المعلومة بس ما في تشتت لأنه هو لون الثبات لون الأسود بالنسبة لألوان الصباح يفضل كل ضيف بحسب طبعا الموضوع حيكي عنه ولكن نحن نبتعد دائما عن الألوان اللي بتبرئ سواء للمزيعات أو للضيف لا يفضل حتى بالميكب ملابس أحزيت يعني وأنتو بكرامة أنه تكون حتى يعني الأضافر أنا لاحظت ما شاء الله عنكم قديش عنكم توازن يعني أنا رأبت ما شاء الله الألوان وهيك لأنه كثير عنكم هذا كثير شي مهم لأنه وقات المشاهد بيكونوا عم بيتشتت أنا بدي أطلع على اللي عم يبرق فوق عيونها ولا على الخضوض السارخة والدنيا الصبح اللون الدهبي الفضي وأي شي في لمع زيادة لحتى الأكسسوريز الضخم نحن ما بنفضلوا أبدا بالمقابلات الصباحية أنت إذا المسا ما عنديك مشكلة فيك تلبسي كل الألماس اللي عمدك فيك تلبسي تعرضي كل المزوهرات ولكن دائما الأنثة يفضل تبرز أنوستها بطريقة بسيطة خلاص العصر هادي أنك تلبسي كل الأشياء وكل السلاسل والأثاور إن الشي ويتشايني خلاص راح الحين نتوجه إلى الأشياء السمبل أو الأشياء البسيطة أستاذ سلاف تكلمنا عن الألوان في غرف الأطفال لكن نتكلم عن الغرف الزوجية خاصة في البداية كيف ممكن يعني يتجهون إلى ألوان تقلل من الضغوطات النفسية وفعلا يعني غرفة النوم تكون مكان لراحة الزوجين وتبعدهم عن الضغوطات النفسية وأيضا الاجتماعية تمام أنا هذا الشي اللي أكتر شي عبواجه بالاستشارات هي غرف الأزواج نحن نحن بالأشياء المديرن اللي طالعة فيه أشياء طالعة اللي هي كتير فخمة ولكن أنا دائما نبقل أنا مش مع كل شي مديرن يعني هاي كل لون ميرور والضخمة اللونة اللي بيكون دائرة تبع مثلا فضي نحاسي دهبي يا جماعة بنا ننتبه بغرف النوم كتير مهم نعرف انه أول شي ممنوع المرايا اللي كتير بغرف النوم المرايا طاقة عالية المرايا بتخزن كل شي طاقات عم بتصير بغرفة النوم يعني وأكيد الواحد ما عطل عم بيفوت ينام هو بطاقة عالية لهيك نحن بننبه ممنوع نحط المرايا أو التسريحة أو الأخزان اللي فيها مرايا قدام الاتخد خلونا زي مثل أيام جدودنا كانوا دايما يغطوا يعني هو هو على الفطرة هذا العلم هو على الفطرة بس نحن على كتر الحداثة ضعنا وللأسف نحن نحن تعبنا نفسيا وعم نقول هالشي للأولاد والهيك ممنوع تنامي قدام كمرايا لأنه هي بتخزن وبتعكس وبالتالي بتضاعف الطاقة بصير عندك أرق بصير عندك كوابيس لا يحبت تكون أمامك ما بنفضل أبدا أنه تحط بقلب غرفة النوم مي أو لون الأزرق بكثافة لأنه أنت ينام هو لون البحر فبيعملك أرق لأنه البحر الموج رايح وجاي لا يفضل لون الأسود لأنه بالفنق شوي يصنف من الألوان المائية يعني لون البحر بالليل أسود أسود أنت ما فيك وأنتي نايمة ما بتعرف أنت على كتر اللون الأسود مثل على بجيب غرفة صودة والمفرش أسود ودهبي أنت مش بصالة أنت مش عم تعرضي الغراض بالصالة وقت ضيوف بجوك غرفة النوم مفروض تكون أقرب للطبيعة البشرية يعني ألوان البشرة فيك تحطي ألوان البيج رقم واحد الحيطان لا يفضل أنك تحطي أوراق الجدران اللي عليها كتير رسومات متداخلة خاصة ألوان خاصة الحيوانات والألوان اللي كتير متضاربة يعني أنت بتطلع باللوحة ما نتفهم أنت يعني بعتذر من الفنانين تشكيلين بس أنا عم أقول بغرفة النوم فيك تستعملي كل هالأشياء بس ممكن غرفة ثانية بس مو بكثرة مو تحطي فوق راسك مثلا أنت ينامي صورة نمر يعني في أشخاص بتفوتي منها أنه كيف حتنامي وطاقة النمر طاقة قوية حيوان قوي كله حركة وحيوية فنحن عطول بنقول شوي شوي خليكم ركزوا كتير بغرفة النوم لأنه أنتوا لتأندجوا تاني يوم لازم ترتاحوا بالنوم فلاحظ الأشخاص اللي ما بيناموا اللي بيكون عندهم أرق عندهم مش عندهم ما عندهم الوقت عندهم ما لقيمة هذول دايما ما بيكونوا مرتاحين بالنوم دايما عندهم أرق هذا الشيء يعني نقدر نركز على اختياراتنا في الألوان في الديكورات حتى في الأشكال عشان تعكس طاقة إيجابية سواء على حياتنا الاجتماعية وأيضا على الحالة النفسية أستاذ سولاف شاكر نورتنا في هذا الصباح شكرا شكرا شكرا